مبارح الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أشاد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مسندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين الأكثر احتياجا كمان قال إن الحكومة حريصة على تفعيل الشراكة مع التحالف في جميع البرامج التنموية واللي بتستهدف الشرائح الأكثر احتياجا خلونا نعرف بقى تفاصيل أكتر عن دور التحالف مع ضفنا اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو المهندس هاني عبد الفتاح حضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي صباح الخير عالي صباح الخير عالي صباح الخير عالي وسنسألك من الأول خالص بقى إيه دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعني فهمنا كده من الأول خاص بتده إزاي طب أنا بس عايزة أجيب من الأول خالص من ميانات 2019 لما سابت بقى إيه سعى فتاح سيسي أطلق مبادرة حياة كريمة ولأنا باعتبارها دايما نقول هدية مش للمواطن المصري بس هدية كمان لمجتمع المدني وإنكي إحنا 22 هو عام لمجتمع المدني فطبعا ده دور مهم جدا لينا كمجتمع أهلي ومدني إن إحنا بفعلا بنشتغل الأرض ونشتغل مصدقية إنكي التحالف الوطني اللي إحنا متتشرف كمؤسسة صنعة خير اللي إحنا موجودين فيه هو عضاء في التحالف ده إحنا موجودين 24 مؤسسة وجمعية يمكن بعتبرهم أكبر 24 جمعية ومؤسسة فعلا بيشتغل على الأرض كل يوم يعني النهاردة وإحنا قاعد مع حضراتكم فيه قوافل طبية شغالة مؤسسة فيه أعمار سكن كريم فيه كذا تدخلات بتحصل دلوقتي حالا دلوقتي يعني من الساعة 8 الصبع قوافل نور حياة نور حياة وعنيك فعلينا قوافل طبية كتيرة وتدخلات كتيرة يمكن مثلا رئيس الوزراء دكتور بصافة مدبولي تفقد قوافلة لينا من حوالي 10 يام في البحيرة ونظر بنفسه وشاف وأسنى جدا على القوافل وعلى جودة القوافل والقوافل ما تلقاش قوافل طبية كشفه بس هي قوافل طبية كشف وصالت في علاج مجاني وعمليات كنت معك في إحدى المبادرات في العاصمة الإدارية الجديدة مظبوط قتلة بتكشف على العمال وشفت إزاي بتأهلوا وإزاي بتتعاملوا مع الحالات طب حالة كنت شفت بنفسك فالتحالف الوطني هو عبارة عن تشبيك للجماعات الأهلية اللي هي فعلا ما تشتغل بمصدقية على الأرض وإزاي ننسك الجهود إن إحنا نشتغل مع بعض في أكتر من مكان إحنا كان في الأول ممكن فيه بعد يعني خيار أقول سأكون صريح بعض العشوائي ممكن إحنا وكذا جماعة تانية بننزل في مكان واحد بنشتغل في قرية واحدة أو في مركز واحد لأ دلوقتي بقى فيه تنسيق الجهود سواء إن إحنا إحنا إزاي بنوزع مواد غزائية إزاي مثلا بنوزع المساعدة الشهرية إزاي بنعمل كوافر كل واحد بيبقى واخد مثلا كذا محافظة فالتحالف هنا عمل فعلا للأبع عشرين جماعة ومؤسسة تشبيك وعمل تفعيل أكتر على الأرض مش ماندس حالك يعني قلت نقطة يمكن هي غاية في الأهمية وفكرة توحيد الجهود وفكرة إن ما يبقاش فيه دوبليكيتد أو فكرة النزول لنفس الشخص أكتر من مرة أو مرتين إزاي بتنسقوا ما بينكم وما بين بعض كأعضاء للتحالف أو في التحالف للوصول للأسر الأكثر احتياجا طبعا إحنا ممكن في اجتماعات دايما دورية ممكن كل أسبوع إحنا بنجتمع مع بعض كأعضاء التحالف والجماعية أربعة وشين جماعية ومؤسسة قاعدين مع بعض في بلان معمول فيه سيستم كبير جدا فيه كل القرى الأقصر فقرا والأقصر احتياجا فيه أسماء المواطنين بالإسم برقم القومي مين الأقصر احتياجا في كل قرية وفي قرية النجع إزاي بننزل للناس دي يعني بعنوينها بشخصه بنديله الخدمة أو المساعدة ففيه بقى فيه كل حاجة موجودة في سيستم عندنا في التحالف الوطني بنضع ونشتغل عليه مباشرة غير لما بنروحك كان بينزل وانت لسه بتستكشف وبتعمل مسح للقرية وبتعمل مجهود كبير قبل ما بتدي الخدمة لا هو بقى فيه ده موجود قاعد البيانات موجودة لكل الناس بنضع ننزل نشتغل عليها على طول وده سهل لنا أمور كتير جدا في جماعيات ومؤسسات بيانات دي بتسهل عليكم أنت تبعوا عارفين فعلا الأعداد وكمان هم محتاجين إيه بالزبط سهلت عليكم كمان تعرفوا حزمة التوسع في يمكن الحماية الاجتماعية الجديدة وهتعملوها إزاي يعني إيه خطتكم يمكن هو فعلا ده أشارع عمبارح حاسات رئيس الوزراء أنه إذا يبقى فيه حزمة حماية اجتماعية جديدة وإزاي نقدر نقدم 600 ألف مواطن شهريا في كذا تدخل سريع سواء مساعدات شهرية سواء مواد غزائية أو كوافر طبية والحاجات دي هتبعى تدخلات كل شهر على مدار 6 شهور عشان يمكن الموضوع الاقتصادي اللي يميندون لبعض المواطنين بقى موضوع صعب شوية ولكن بالتوازي إحنا شغالين كمجتمع مدني فيه كمان حاجات تانية زي المشروعات تنموية مشروعات تنموية مهمة جدا للأسر دي بدل مدينه مساعدة شهرية كل شهر وده مش صح لان بعمله مشروع تنموية يقدر اشتغل به سواء لي أو للقرية كلها ممكن أنا كمؤسسة مثلا صنعة خير عامل مصنع سجاد للنول في الدار السلام عامل لها القرية كلها وبابدأ الآن يطلع على المندج وبطلعه كمان خارج مصر فيه معرض في العالمين ديالنا تابع وزارة التضامن الاجتماعي ودكتورة نيفين الكرباش جابت زريته بنفسه وشافت المنتجات اللي احنا عاملينها منتجات زي منتجات أخميم عامل مركز تدامة في البدراشين ازاي بعلم المرأة الريفية حرف مهمة وحرف التراثية بعمل مصنع في الأسوان عشان حرف إحياء حرف التراثية مراكب الرزق اللي أنا بعملها ولسه كان الإسبوع اللي فات معنا محافظة محافظة أهلية وافتتحنا يعني هنا احنا بنتكلم على تعليم ورعاية لأصحاب الحرف ومش بس كده هنقف عند الحد ده لا كمان تسويق لمنتجاتهم سواء كان داخل مصر أو خارج مصر ويمكن خارج مصر دي حاجة مهمة جدا لأن أنا بجيب عملة صعبة لمصر وكمان هو بلان صنع في مصر يعني هو لازم يبقى فيه صنع في مصر الناس تشوف اننا بنعمل ايه فعلا وده موجود وزي موقع تحرك فيه المساعدات الشهرية واللي هي دعم سريع للمواطنين على مدرسة شهور لستمائة الف مواطنين شهريا بالتوازي معها بنعمل المشاطة الموية وسكن كريم وبنعمل قوف التباية وبنعمل حال كتير جدا مع اللي هيحصل ده فيه أزمة اقتصادية عالمية العالم كله بيمر بي يعني الأول كان كورونا بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية وإحنا كمصريين إحنا في مصر كان عندنا تحديات قبلها هل التحديات بقى اختلفت معاك وانتوا بعد الوقت في الجهود اللي انتوا بتعملوها جراء الأزمة الاقتصادية للعالم كله بيمر بي طبعا بدلين الدولة كلها بتتكاتف دلوقتي مبارح كان فيه اجتماع مع رئيس الوزراء والتحالف ووزراء التضامن الاجتماعي كل الجهات المعنية ووزراء تمام محلية وكل الجهات فعلا فيه تكاتف مع المؤسسات المجتمع المدني بشكل أنا بعتبره يومي احنا كل يوم في اجتماعات مختلفة ومننزع على الأرض فعلا بنشتغل على كل العالم مش على مصر بس فلازم يبقى فيه تدخل أنا بعتبر دايما ان المجتمع المدني هو الزراء الأيمن للحكومة لازم يبقى لينا دور ولازم يبقى لينا تواجد على الأرض والحمد لله فعلا هو فيه تواجد من ساعة اطلاق مبادرة حياة كريمة والموضوع اختلف تماما للناس وده أنا بشوفه بنفسي ان منزل الكرة والنجوع سواء من سكن كريم سواء من تبطين ترعة سواء من بنية تحتية كوافر تبية مساعدات شهرية كل حاجة حتى في أزمة كورونا كان فيه تدخلات يعني احنا كنا كل يوم موجودين في حت حتى مساعدات شهرية برضو كانت موجودة أيام كورونا فالمواضيع اختلفت احنا فعلا بقى فيه احساس بالمواطن المصري أكتر من الأول بكتير المواطن المصري وده أنا بشوفه بعيني بقى عنده انتماء أكتر ولاء للبلد لأنه شايف ان بقى فيه فعلا حد مهتم به وحد بيعمله حاجات مهمة جدا ويمكن حتى موضوع ساكن كريم ده مهم جدا لأنه هو بيعيش في مكان أدامي قبل كده موضوع كان صعب جدا وكان عايش حتى ما فيش ماء ينظيفها ما فيش فيش سقف للبيوت أحضر في صعيف بس المطرة حدك عارف في السيول فكل ده ما كانش موجود دلوقتي الحمد لله لأ فيه فيه طفرة جبيرة جدا حصلة على الأرض فيه كرة أنا بعتبرها ما كانش موجودة بقيت فيها حاجة حياة كريمة فعلا للمواطن عايش فيها دلوقتي فالحمد لله الموضوع متغير والصدر باشموندس يمكن أثناء إفطار الأسرة المصرية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص أو بدعم التحالف بتسعة مليار جنيه علشان خاطر توسعوا نطقهم وتوصلوا أكتر لمحدود الدخل وبما إن عام 2022 هو عام المجتمع المدني إزاي الدعم دا ورعاية يعني القيادة السياسية في مصر مبثلة فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف وساعة نطاق العمل بتاعكم ويخلتكم تستهدفوا أسر جديدة ويتقدروا أنتم توصلوا لعدد أكبر من محدود الدخل يمكن آخر اجتماع ما ست ورعيس عبدالفتاح السيسي بقوا عشرة مش تسع يعني هو زويدهم كمان بصراح دا طبعا دعم اللي نحن مجتمع مدني كله هو احنا بنجمع طبارات طبارات من أهل الخير أهل مصر والطبارات دي هي اللي بتروح للأهلينة في كل محافظات مصر ولكن لما يجي لك دعم من كالة سياسية ودعم من مبلغ زي دا فأنت بتدار تشتغل على نطق أوسع وبتدار تعمل تدخلات أكتر يعني أنا لو هعمل مثلا كمؤسسة قرية والأتنية والهامة شعاط الموية أنا بزود دا بزود دا للمواطنين وبنان عليه المواطن بيبدأ يحس أكتر بنستهدف شريحة أكبر من المواطنين في الكرة والنجوع مصر أنا الحمد لله كمؤسسة بشتغل حتى في مناطق حرودية مهتمين بيجد حليب وشلاتين سانت كاترين رادي جديد حتى المناطق البعيدة إحنا ما بنسيبهاش إحنا بيروح لحد هناك تنامية الأطراف بالضبط بكوافلنا الطبية بمتعادة المواطن الغذائية بمشروعات برضو تنموية بكل الحاجات دي بالنسبة لنا حاجات مهمة جدا اللي حلقة أشارت إيدي إن المبلغ دا لما فعلا بدأ حاليا بيتقسم على الـ 24 جمعين مؤسسة الموجودين في التحالف الوطني هو فيه تدخلات أكتر بتحصل وده حاجة مهمة وبالذات في الفترة دي حتى المساعدات لحزمة الدعم الاجتماعية الجديدة اللي حتى أشاروا عليها مبارح هي لازم سريعا إحنا لازم ننزل وندي دعم مادي شهري كل شهر 600 ألف مواطن فأنت محتاج طبعا دعم الفلوس ومحتاج إن الكلاد السياسيات دعمك وده حصل فعلا من سات الرئيس واللي إحنا فعلا بنشكره عليه لإن ده هيخلينا كمجتمع مدني زي موطحاتك إن إحنا نزود كمان عدد شراح المستهدفة دكتور مصطفى مدبوري اقترح إنه يبقى فيه زي بروتوكول أو توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة التضامن والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عشان يؤسس يعني قواعد للعمل خلال الفترة الجاية كلمنا عن تنفيذه إزاي هيتم هو طبعا فعلا ده حصل إنبالح ويمكن عشان يبقى فيه ضوابط ومعايير وحوكمة إزاي كمان الأسر المستهدفة دي مين الأسر الأكثر احتياجا لأن فيه أسر موجودة فعلا محتاجة وفيه أكثر احتياجا فإزاي إنه هنعرف ده من ده وإزاي يبقى فيه معايير للاختيار الأسر دي لأنه فيه ناس ممكن حدك ما هو من التعافف فعلا ما تدعفش توصل فأنت لازم تدور لازم تدور لازم تنزل بمتطوعين الموجودين عندنا في المؤسسات انتعرف إنه فيه وزارة التضامن وده يعني كلام من حد بيكلمه ساعات الناس يسألهم لو محتاجين حاجة وده يعني دي حاجة تقالتلي أنا بشخصي فزي ما انت قلت فيه ناس تبقى فعلا الشيزين تروح تقول إنه هي محتاجة حاجة وزارة باقي بتعمل دلوقتي مكالمات هاتفية للناس يسألهم لو محتاجين حاجة هو الوزارة عاملة بصراحة يعني حتى في موضوع تكافل وكرامة يمكن فيه مليون مواطن كمان هيزيدوا على تكافل وكرامة وده الأشهر وبرده عالين برح ست رئيس الوزارة وزارة التضامنة عاملة جهد كبير جدا في كل تدخلات في كذا حاجة حتى مع اجتماعاتها مع الجماعيات الأهلية وبرده تنصيقها في زي احنا بنوزع حتى في عيد الأطحى اللي فات توزيع اللحوم على الناس كل ده بلده بتنصيق مع أجلات تضامن اجتماعي فهو البروتوكول ده هيبقى بلده مفيد جدا إزاي بلده هو في الآخر تنصيق للجهود وإزاي نقدر ننزل نشتغل بمعايير محددة يعني نعم شمالدس هاني يمكن إحنا في عصر المعلومة وأصبحت المعلومة بيتم على أساسها اتخاذ القرار إزاي بيتم داخل التحالف ما بين الـ 24 جمعية اللي موجودة في التحالف تنصيق ووحدة البيانات علشان خاطر اللي انتو تستهدفوا المستحقين والأولى بالرعاية فعلا وأعتقد أن فيه كمان صفراء كتير ويتواجد ميداني جبير جدا لفريق حياة كريمة موجودة على الأرض فزاي اللي انتو بتنصقوا كل المعلومات دي عشان توصلوا في النهاية للقرار السليم والأسر الأولى بالرعاية طيب انت سألت سؤال مهم وأنا هجاوبك جابة صريحة جدا في الأول بصراحة يعني إحنا كجامعات أهلية أو مؤسسات فيه منافسة ما بيننا ومنافسة خير بس فيه منافسة ولذلك ما كانت فيه تعاون بيننا من بعض منافسة في الخير بس كل واحد عايز يعمل حاجة وبصراحة بيقول أنا أنا اللي عملت كان يهمين اللي هطلع رقم بالزبط أنا استهدفت ألف أسرة الألف أسرة هم هنا هم 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 اللي 24 جماعية استهدفهم مش مهم صحيح لأ هو دلوقتي ما بقاش ده موجود كلمة أنا دي مش موجودة خالص لأ هو التحالف الوطني هو اللي موجود مع حياة كريمة مع صحيح كريمة إحنا إزاي كل قاعدة البيانات اللي عندنا وكل الخطة بتاعتنا على مدار خمس سنين موجودة حاليا في التحالف فأصبح كلنا مكشوفين قدام بعض كل واحد بيعمل إيه فبييجي بقى أعضاء التحالف تعالوا يلا إحنا عندنا الخطة بتاعتكو عندنا قاعدة بياناتكو عندنا كل حاجة تعالوا يلا هنبدأ نعمل إيه كل واحدة هيخش يعمل تدخلات إزاي أنا قسمنا على خير مثلا مهتم جدا بقطاع الطبي وشاطر جدا في القواف إنت هتنزل تبدأ تعمل كذا وممكن ننزل إحنا الاتنين مع بعض مع مؤسسة تانية هو عنده حاجة متميز بيها وأنا عندي حاجة تانية بننزل مع بعض نعمل حاجة دي شول الميداني هو الفايصة بالضبط وده الحاجة المهمة جدا إن إحنا ما بقاش في يعني أنا نية في الشغل لا إحنا بنشتغل مع بعض في الآخر عشان نقدم أهلينا في كل محافظات مصر هو ده الهدف يعني أنتوا كده بينكم قادة بيانات مشتركة وتوزعوا الأعمال طبعا وده وبيبادة في العرض على عندنا في الشهي على السيستيم بينزلوا قادة البيانات وده بدأ نعرف حتى الناس محتاجة إيه أكتر يعني تدخلات للناس العايزة إيه ممكن أنت بتنزل تعمل حاجة ممكن هو مكنش عايزة فلا هو ده الوقت إحنا عارفين كل مواطن في كل قرية محتاجي أكتر نقدر نشتغل عليه أسرع يعني مش مهندس هيني النهاردة 19 أغسطس واليوم العالمي للعمل الإنساني لو أنا كمواطن حابب بدنانا أشارك معاكم وساعد إيه دور المواطنين في حاجة زي دي والله على الأقل تطوع إنه ينزل بنفسه ويبدأ يتطوع معنا في قوفرة طبية في عمار بيوت في أي حاجة أو المواطن المصري إنه هو التبرع إنه يتبرع لأنه دور مهم جدا وده فعلا دايما براهن عليه في المجتمع المصري من أكتر المجتمعات اللي فعلا بعتبرها في ثقافة التبرع وده اللي بيخدم فعلا كل الجماعات عشان تقدر تخدم أهلنا في المحافظات مش مهندس هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعني بنشكر حضرتك على وجودك ما هنا طبعا في صباح الخير يا مصر وبنتمنى لكم كل التوفيق وتحقيق مستهدفات أكبر بإذن الله خلال عام مجتمع المدينة بنشكرك على وجودك فعلا شكرا شكرا شكرا